وذي كفن تبع الموجة صرحت للعربي الجديد أنه مجموعة من جمعيات صديقة للبيئة هدت بمقاضات الحكومة التونسية على خلفية ملف الأكيس البلاستيكية شكول الجمعيات هذه قداش من الجمعية؟ ليش وقتاش؟ كيفاش رفع القضية؟ برشة جمعيات وحتى أن معناها مواطنين معناها بصفة خاصة ويوجد تهديد وقتاشي معناها بش نحضو ولا بش نمعو القرار هذه لأنو غا حد الآن معناها الطريقة اللي سارت بها القرار والسيغة اللي سارت بها مهيش معناها متوالما مع المعطاية البيئية اللي يزمون يمشيو فيها في تونس وأيضا معناها التجنوب أي لوبس معناها في الحكاية هذه وطوكا كنت إسمع في الوزيرة؟ سمعت أو ألا؟ سمعت لزيارجومنتين وشو رأيك؟ والله ثم برشة لأخطنا أنا مش نبني حديثي على اللي راكسون اللي سارو من اللي فراذي حتلتوهم معنا حتل اللي راكسون كانت متضربة من أول ديكلاراشون متاوحدة لأنو في أول مرة قال اللي ماجيش رد من عند وزارة البيئة بالكانتر هما صبوا دمانت في الكنزماء وبعض الريبانس جيتم لذين دو مي بعد فلذين دو حسما سمع فيه قال جينا رد معناها ما قالو نش لي لا ما قالو نش لي هما طالبوكم بمعطيات أسكنتو ما بعثتو المعطيات هذي لتو دمباكت انفيرومنتال معناها بشني السيد المستمعين يفهموني الدراسة معناها تعجب والبيئية معناها والمباكت على المحيط أسكنوا بعثوها الوزارة أو اللي هذي بصراحة ما هوش واضح طوي يقولك أنا بالنسبة لي تخلط للمجلس الوزاري عندي في يدي وثيقة الوثيقة هذي فيها تقريبا كل التعهدات بعد استعمال البلاستيك دونك الكبار يقولك أنا إكراهاتي معتها إكرهات هي إكرهات اااااااااية اقتصادية وهي في نفس الوقت إكرهات بإياه صحيح لكن هي إكرهات بإياه أنا ردة بالي فيها ثم إكرهات اقتصادية ثم لغة كبيرة برشا خاطر هو دي زاج شيفير وخاطر هما جود مو معناها كبير يسو اللي يجن متابهله هو يقول لك رو مثلنا هو الشيفر دافير من بتاع البلاستيك ثم دي برسون إذا كانوا يبدوا القرار مع إستعمال إكيس البلاستيكي قد يكونوا شفر دافرين لنبلغ لذلك لا تزعيف برشا وعطاها شفر قد تربح المؤسسة العمومية يضحك شوية سمعني في كلمة وقال 20 مليار 20 مليار وصوم تعجبه بتاكوره فرنك كوم لعب تارجل تونسي يتباع بنفس السوم وإذا كان مشاكل لذلك هذه حجة اقتصادية نصورها حجة نجي للمعطة البيئي قلت لك رو اسمعني قاتل اسمعنا برشا حكايات مرة يقولوا رو سيدي ساك بيو دي جرداب اللي نعرفوا احنا في العالم الكل دجال لساك بيو دي جرداب معناها بلاستيك بيو دي جرداب بسا نكزيست با ومزلت محل معناها اللغة ومحل معناها نقاشات لا هو يقول يمكن إعادة استغلالها تصنيعيا إعادة استغلالها كيفيش اسكو هم اللي 120 مليون في الصناعات الأخرى متع اللي سيساكا ذوما اسكو قاعدين نعودوا نستغلوا فيهم أنا نمارس في رياضة الغوص ونلقاهم اللي ساكا ذو مروا موجودين في بلايس معناها في لاحية بحرية نلقاهم موجودين في البيئة معناها يدي جرد لغت أخر به 150 مليون سامحني إذا كان هو يلوجع جدوة اقتصادية 150 مليون بش نعودوا استعملوا كيفي بش نعودوا استعملوا انتي 150 مليون في العام مروا العملي بعض بش نعود تبرودي 150 مليون خاطر الساك بش تعملوا مرة ثلين ثلاثة أربعة خمسة معناها انتي كل عام بش تنجي 150 مليون ساك بلاستيكي بش تبقى انتي في نساقتها سعادي من الانتاج البلاستيكي اذا كان حالية الباب حالية الباب بانسير اللي خاط المشكل فيهش هو حتى بش نتلاوي انا من جنوب الاقتصاد هو فيه اضعاف ديجا المؤسسات قائمة ذاتلي هي اللي شاسي معناه الأكيس بتاع الكرافت بش يضعفوا بانسير من أجموش يقاوموا في الحكاية اذا نعف احنا اللوبي متاع البلاستيك يفاشي البيان بلاستيكي في تونس عنا ما يقارب 46 او اذا كان مشاكتر الشركة متاع منشف المصنعة في البلاستيك تخدم في 946 بار كونتر ثم ثم ثمانية شركات في الكرافت يخدموا في 800 اذا كان حتى نحكيه اقتصادين واجتماعين ثم مان باقدان في الحكاية هذي احنا ما نحبوش يكون ذرر الاقتصادي نرجع للجانب البيئي بالنسبة للجيس والله الشفر متاع البلاستيك لا لا قل الارقام احنا في تونس ننجو كل عام هذا يحسب حصائيات 2018 والله هي مهيش محينا والله هي متاخشوا بعين اعتبارات المعنى الاسيك البلاستيكية ننجو ما يقارب 5.2 مليار دو ساكن بلاستيك 5.2 مليار دو بلاستيك 5.2 مليار دو بلاستيك مش نفجع مرة اخرى راه كارثة كبيرة عليش صغارنا واحنا توينسا في الجمعة نستهكوا ما يقارب بطاقة بنكية من البلاستيك نكملوا العام عنا نصر طل بلاستيك في كروشنا راهوا البلاستيك حتى يتحل ثم دي ميكروب باكتكيول ثم دي نانو باكتكيول موجودين في الماء يدخلوا حتى في اليتوسوية وتوجدوا حتى في الكبدة راهوا يلزم تمشي ذي الدول العالم كل ما يشفيه يلزم نقصوا من المادة ذي قدر الامكان بالنسبة الاستحقاقات الاقتصادية يظهلي ثم ألف طريقة بيش تصلح مثلا بيش تعملوا درسمون تعمل السيمين مثال صغير هو الطاقة سهلك برشة طاقة وحاجة أخرى راهوا الدوسين متاع السيمين يزيم يتحل راهوا يزيم يزهبار البلاستيك راهوا أكثر أكبر في سكتور بوليور في تونس ما تنساش اللي انتي مثلا مشكلة سهلة تجاوزاتها حاليا يتبدو في الطاقة يبدو في الغاز يستعموا في الفحم البترولي اللي هو معناها الامبعاثيات متاع أكثر من الغاز وزيدة ذاية حتى لساك بلاستيك معناها الامبخانت كون كربون هي ثلاثة أضعاف لساك معناها بش نعملوا احنا الان بش نضعفوا الامبعاثيات بتاع السيو دو عشرة مرات إذا كان مش أكثر اليوم أرقام مفزع 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 كيس بلاستيك يقول لك انا بش نزيد عليهم مئة واربعين ونحلف مئة واربعين مليون ونحلف الإير جديدة في البلاد أنت ناشط في مجال التصدي للتلوث البلاستيك في مياه البحر المتواصل تقارير دولية تقول أن تونس معنية بمخاطر نفعية نفعية البلاستيك اللي تهدد برشة كينات بحرية اليوم هذا ترى انت في حياتك اليوم الراوه وراوه حاجة أخرى حتى الناس الموتين عادين الحريقة لو الفاقنت الحريقة في شوتنا راوه وليد بصيفة غريبة برشة حاجة أخرى رقم آخر نحبش نفزع ولا يسمحوني نتكلم أنا قلبي يدمي شوية خطر أرقام توجعوا مفزعة على الأخر تعفقدش النمرة بتعليسها شي بلاستيك ولانتعك بلاستيك في البحر في موافع ٢٠٥٠ إذا كان نكملوا بالريتم العادي إذية مغير ما ننشو بشي ضاعف عدد الأسماك بشي واللي فما بلاستيك أكثر من الأسماك في المتواصل وفي البحر أخر بالضبط معناها اليوم أمام الإكرهات الاقتصادية وأمام الخيارات الكبرى نقعدوا بهتين شوية معناها الاستشارة استشارة وزارة الصناعة للوكالة الوطنية لحماية المحيط وإلى للوزارة أنتو ما تراوها ما كانتش كافية كانتش كافية أنا الوزارة هو الوزارة حتى الآن وزارة البيئة مش نعطي كلمة حق هي خدمة خدمتها جاوت في الآجال وكل شيء خدمة خدمة نكن تبقى بصراحة نصور الفورسينج صار من وزارة الصناعة وتجارة صار فورسينج لكن تحس ده حتى تحس الوزارة البيئة متخبية شوية يلزم عتي ديكلاراسيون حتى بعض المنتاسيبية الحكومة اللي هما من حزب معين وعندهم في برامجهم الانتخابية وأنا شخصيا صوت البلبر للحزبة ذا تحكي عن طيار ديمقراطي عنده في برنامج يقولك تحكي عن طيار ديمقراطي تحكي عن طيار ديمقراطي عليش حتى أحد ما تكلم وحكيت مع القواعد وحكيت مع الناس وينتميوا الحزبة ذا يسان كونتر يا أخويا خذ موقف هذه فرصة مش تبيني أنت فعليا ضد معناها مع البيئة ولا لكن حسين محمد اليوم جزء مع الانتباع العام هل تعتبر أنه مسألة البيئة هي مسألة موجودة في مخيال الحكام ولا الأحزاب وإلا التونسي والله منعدمة منعدمة كريمان بالنسبة ليك منعدمة نعش ممكن منجم نبكي له حتى في حكاية كيفية له منعدمة مع أنت اليوم تونس ماشى قاعدة بني دينا الضياء وإحنا نخذره ونزمهم معناها معناها خمو في صغارنا كي نقول لك أنت معناها لو أنت بلاستيك يصلك كبدة وأمراض محاصرة تانية كل شيء خمو في صغارنا معناها أنت كي توصل معناها عطينا بحر إحنا ب بلادنا مزينة إحنا بالحضر مزينة برشة مزينة برشة مي لك أنت أنت تلاوثع في البلاستيك تلقى أنت كل كل مترو تلقى ساك بلاستيك مثلا عنا امكانيات بش نكون بدلنا مزينا برشا عنا طاقات عنا نجمو في الطاقات المتجدة عنا حتى في تصرف النفايات كل شي عنا امكانيات لكن كل مرة كلها شعارات وكل حد مثلا يجي مثلا هو قال تحدث عن عصاصة حرية ما عنديش عصاصة حرية ينتي تمستعين كبيدك مش عصاصة حرية بش تبدل لوي السيد الوزير ولا حتى ليس فقفخ ولا السيد قايص عيد صغاركم خموا في صغاركم رسول الله نصر طل في العام بلاستيك نكلوا فيه نصر طل وسمعني لو سقف مطالبنا اكثر من هذه مش حكيت مش تقارها هذه المشكلة حسين المشكلة وين هو مش سقف المطالب برك المشكلة هو انه هي الدولة تتعارض وتتنقض مع نفسها معناها من جهة يقول لك انه الدولة خذية التمشي نحو تقليص استعمال الأكيس بلاستيكية والتشجيع على استعمال الأكيس صديقة البيئة ومن جهة اخرى الحكومة تقر اصدار امر حكومي لستعمال الأكيس بلاستيكية مكال الأكيس الورقية وكما عاش تفهم ما عاش تفهم شما عاش تفهم لانه والله يعني ما نحبو ننزل وننزل كلها والله يعني ما نحبوش ان نمشيوا فيه طريق مثل انتظر بمصالح ولا كذي لكن صراحة الطريقة اللي صارت خاطرينها عندي علم بالموضوع من مدة أشهر ووصلني المعلومة اللي هما وقعت تخلي عليه ومن الطفل اكتشفنا الحكاية ذي بمحظة صدفة معناها كانت تعج متعدة في المهموتة وقحتك يهبتوا الحكاية يهبتوا وقالوا الأكيس البلاستيكية ما حدوش اسكو بطبيعة الأكيس هذي بطبيعة الأكيس ديكو تشك انتي معناها وتتسائل حكاية سيليس فخفية حكاية على اللوجيسيال 30% ولا يمز في فرض اللوجيسيال معناش معناش ما مشيناش اللوجيسيال أما خيل من رجعنا اللوجيسيال أما أقدم أما أتعس تأثرت برشا وأنا محبيتك تقعد في التأثير تأثير تأثير نصمحوني اليوم اليوم سولي جرين وإلا جمعيات أخرى شنو التوصية الأساسية حسين كان قدامك رئيس جمهورية كان قدامك رئيس حكومة جايها وجاي جديد وحكومته جديدة أشتوصي سيديخو يتفضل هاي لونتين محلول هو القرار العاجل هو ديجاء ذي الأمر الحكومي يتلغى في الوقت الحالي لأنه ما قوس معنا نقص الدراسات وكل شي احنا راو ما نجد الاقتصاد وما نجد التنمية لكن تكون أمور مضبوطة بمعايير بيئية وتراعي صحة الموت التوصية ذي حاجة ثم حاجة ثانية دي على قل عملوا البروزيديور الصحيحة ما عملوا يشيدي عملوا البروزيديور الصحيحة وبعد يعمر بيئ ويقولك تتهم فيه يخلي باب اللي اندي بشك في سوء الني شفت هذي الكل انتي تخلي في باب تحلي في باب شك في معناها النفوس كيف ما يقول لكن عنا تمشي راو ثم كويرث قاعدة سايرة بيئي يجب نفتو نظر راو البيئة راو أمر سيدي يجب نلقاو حلول راو البلاستيك يليس في بلك السودود عنا نشرب منها في الماء كيف سود سيدي البراق في ويد المعدن الناس الطاية شدي شي يمتاح من البلاستيك وكل شي يوسل اللي ما نشرب فيه موجودة دي شي تذي لذي حطوا البيئة بصراحة كمعيار أساسي بش نقدمه راسمنا معناش راو تونس صغيرة راسمنا شوية فلاحة وشوية توريزم وشوية انتليجانس معناها في السيربيس وقت اللي تشوف بلدين أخرى اش صنعت بالبيئة كوستاريكا مثلا وإلا غيرها من البلدين رواندا ولا رواندا كتشوف كوستاريكا رقدين على بحر متاع بترول لكن قالوا البترول لا بش نستعملوا البيئة والآن الناس اللي تمشي سياح للبلدين هذي تحط عشرة مرات كلفة اللي يجيونا احنا لو كوست بش يمشيوا يتفرجوا في حيوانات قد تنقرض ولا يتفرجوا في بيئة طبيعية معنا حتى خيار ما نعرفوا حتى شي على هذا حتى شي الصور اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تجينا مشطوط التونسية تبكي وإنا نفهمك يتبكي نفهمك شيء يبكي في ضيحة بكل المقاييس وقتش ولينا هكا شبينا ولينا هكا عليش ولينا هكا وين ماشين وين ماشين في عيشنا المشترك وعليش استانسنا عليش استانسنا والتأمر الطبيعي عليش استانسنا نعيشوا في الوسخ عليه عليه شكون اللي حطلنا راسنا في الوسخ بش استانسنا انه نعيشوا في الوسخ عليه ما انت تخرج من دارك ترالوصخ تشم الرويح ترالوصخ عايشين في الوسخ ومعدي يقولك شبهها الناس مقطع خطرة عايشين في الوسخ ماضي ساعة 58 دقيقة شكرا لكم على الاستماع بركة الله فيكم المواد غدوة نفس التوقيت شكرا لك حسيم حمدي إن شاء الله الصرخة كي تخرج تتسمع بو لما حال على انتباعك برياسر ياسر انو حتى حدنه قاعد يسمع شكرا لك بركة الله فيك حسيم بركة الله فيك